اشتركوا في القناة قوات المسلحة ستقوم بكل العنف نضع حد المرهاب الموجود فيه على الفور تم البدء بالقضاء على البؤر الارهابية وتدمير الانفاق ونسف المخابئ التي تستخدمها العناصر المتطرفة خلال عام الفين وخمسة عشر دخلت المواجهات مع الجماعات الارهابية مراحل الحزم والحسم باطلاق عملية حق الشهيد واحد خلال ستة عشر يوما هي مدة مرحلتها الاولى استطاعت القوات المسلحة مع الشرطة المدنية القضاء على خمسمائة وخمسة وثلاثين ارهابيا والقبض على ستمائة واربعة وثلاثين عنصرا تكفيريا واجراميا في اكتوبر من عام الفين وخمسة عشر حتى اواخر عام الفين وستة عشر تم تنفيذ عملية حق الشهيد اثنان ليتم خلالها القضاء على ستين ارهابيا الى جانب تدمير عشرين ملجأ تحت الارض وعدد من السيارات والمعدات التي تستخدمها العناصر الارهابية في عام الفين وستة عشر ومع احتفالات النصر بالذكرى الثالثة والاربعين لنصر اكتوبر المجيد انطلقت عملية حق الشهيد ثلاثة خلالها لقي تسعة عشر تكفيريا مصرعهم الى جانب تدمير واحد وثلاثين مخبأا وقد شهدت تلك المرحلة مشاركة القوات الجوية في يوليو من عام الفين وسبعة عشر نفذت القوات المسلحة المصرية عملية حق الشهيد اربعة التي اسفرت عن مصرع اربعين تكفيريا وتدمير مئة عبوة ناسفة وثمان ورش تستخدم في صناعة العبوات الناسفة مع حلول منتصف عام الفين وثمانية عشر تم اطلاق العملية الشاملة سيناء وهي تعد اهم العمليات حيث شاركت فيها كل افرع القوات المسلحة المصرية الى جانب الشرطة المدنية وقد اسهمت في حصار الجماعات الارهابية برا وبحرا وجوا واحكمت الخناق على تلك الجماعات المتطرفة بعدما تم قتل المئات منهم وتدمير عشرات سيارات الدفع الربعي التي كانوا يستخدمونها نجع هذا الوطن الابي لطليعة ابنائه في القوات المسلحة والشرطة وبدعم شعبي لا مثيل له في محاصرة الارهاب ووقف انتشاره وملاحقته اينما كان وبينما نستمر في مواجهتنا الشاملة للارهاب نسير في الوقت ذاته على طريق تنمية سيناء وزرع الخير في كل ارجائها فالمساهمة في الحرب على الارهاب ليست بالسلاح والقتال فقط وانما بالبناء والتنمية وتشييد المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق الامال في مستقبل المصر اشتركوا في القناة